السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين أهلا وسهلا بكم في خناتكم الجميلة أو معتز الإلكترونية على اليوتيوب بالنسبة اللي بتفرج عليه الأول مرة ما ينساش اللايك والشريف في الخناة وأهم حاجة فعل الجرس على الكل عشان يوصلكم إنه كل جديد كل ما يخص الإلكترونيات من شرحات وأعطال وكل ما يخص الترددات الفضائية على جماعة الأخمار وكل ما يخص الأحداث الرياضية والقنوات الناقلة له بإذن الله لا يتبعنا يستفيد من الحلقة اللي نبقى قدمه لكم أول بأول تعالوا بنا نشوف الحلقة النهاردة بتتكلم عنها التردد جديد وحاصر زهر على النايل سات لقناة الخط الأحمر الضفة جميلة ومميازة وفريدة من نوعها والأول مرة على النايل سات طبعا لو القيمة اللي عند حضرتك خلاف اللي أنا بشرح لها بسهولة جدا هتدخل على الشروحات الموجودة داخل قناتي ومن خلال الشروحات الموجودة هتقدر تضيف أي تردد أو أي خناعة على جهازك سواء إذا كان عندك رسيفر عادي أو أي شاشة عرض بتحتها على رسيفر داخلي كل الشروحات هتلقاها داخل قناتي ومن خلالها هتقدر تضيف أي تردد أو أي خناعة على جهازكم بكل سهولة أما بالنسبة لأكتر من 90% من الأجهزة الموجودة في السوق هنضغط من الرموت على الزرار المينيو ونقف على خيمة وفاق كلمة تركيب بضغط علىها بزرار أوكي هنضغط معا خيمة تانية وفاق خيمة ترددات بنزل علىها وضغط أوكي وبالنسبة للقوامل الإنجليش هدغط من الرموت على زرار المينيو ووقف على خيمة وفاق كلمة انسيليشن بضغط عليها بزرار أوكي وبعدين هننزل على ترانز بوردال لست وضغط أوكي ومجرد ما بدخل لقائمة الترددات هدغط من الرموت على الزرار الأحمر واكتب التردد بتاعي وضغط أوكي وبعدين هنواف على التردد هدغط من الرموت على الزرار الأزرق وضغط أوكي عشان يظهر لقناة جميلة جدا في قائمة البحث مكتوبة عليها Red Line او الخط الاحمر وده احدى استردد لقناة الخط الاحمر بتاريخ شهر واحد العامي 22 قناة Red Line على النقل ساعة اضافة جميلة ومميزة جدا بتاريخ شهر واحد وموجودة على تردد 3 وحدات 3 سبعة معدل الترميل 27500 والخطباء V او فيرتكال او رأسي التردد اشارته عالية وسهل جدا استقباله باطباق تبدأ من 60 او 70 سنتي ولكن بيحتاج ان يكون عند حضرتك رسيفر بتعمل بنزام الـ HD او شاشة عرض بتاعتها على رسيفر داخلي بتعمل بنزام الـ HD عشان تقدر تستقبل قناة على جهازك قناة الخط الاحمر اضافة جميلة وميزة جدا بهدال كل محبين اللي بيتابعوا معي الترددات الجديدة والحصرية اول باول واللي بيتفرج على قناة الاول مرة ما انساش يدعمنا بلايك واشترك في القناة واهم حاجة فعل الجرس عشان يوصل لكم انه كل جديد بكده حلقة النهار دخلست واشوفكم على خير في حلقة ثانية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته